كل التونسيين والتونسيات تونس ورئيس الجمهورية الضامن للدستور أكبر الربحين بعد تأذيف حكومة الفخفاخ هكذا علق أحد المراقبين على مشهدية العشرين من فبراير فراشد الغنوشي وحزبه من خلفه يرضخان لإرادة الفخفاخ وغالبية الطبقة السياسية وضغط الرئيس التونسي المستند على الدستور ومبدئه أيضا لا مجال للحديث عن دول داخل الدولة سنعمل إن شاء الله في انسجام التام البعض ما زال يتحدث عن رؤساء ثلاثة هناك رئيس دولة واحد وهناك رئيس للمجلس التشريعي وهناك رئيس للحكومة قد لا يفكر الفخفاخ كثيرا في نتائج جلسة منح الثقة في البرلمان النتائج شبه محسومة لكن عينه على مباشرات مهامه ومدى قدرته على تحمل التاركة الثقيلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعلى مدى نجاحه فالسيطرة على فريق مختلف النحلي والتوجهات السياسية إذن الحكومة هذه تتعدى بحوالي 105 نايم إذا كان مش أكثر على الأقل كون أنها حكومة متشكلة من أحزاب مختلفة ومتنافرة ما ننسوش اللي الحزاب هذه يعطاه خيرت ما عنده تيار الديمقراطي يعطاه رئيسه وعطاه نايم الرئيس كذلك حركة الشعب أعطات خيرت ما عندها تحية دونس أعطات لميل العام بتاحها معناها هذو ما باش يسعوا قدر الجهد بتاحهم باش ينجحوها حتى النهضة بيدها في الوقت الحالي ما حاجهاش باش تفشي الحكومة لأنه إذا كانت تفشي الحكومة باش يربطوا لها الناس فشل الحكومة هذه بالصعوبات اللي لقاوها الناس في المفاوضات وبالتالي مش يحملوها مسؤولية كل شيء عبر حكومة الضرورة ينجح أفريقاء السياسة في تونس في تجنب مأزق حل البرلمان يبقى نجاح على الحساب يتطلب برنامج عمل جريء وتنازلات موجعة وأصلحات جذرية في سبيل جلاء أزمة طال مدها برصيد معنوي إضافي يستعد لياس الفخفاخ تجاوز اختبار مجلس نواب الشعب ليبقى التساؤل عن مدى قدرته على خلق تناغم داخلي بين طيارات سياسية متناقضة مكونة للحكومة بلا المبروكة الغد تونس